لا فيه موضوع بقى هو اللي أنا بأعتبره يعني الماسترسين بتاعت الموضوع إنه إحنا كنا من قريب بنلعب بطولة أمم أفريقيا أول مرة ناخد أمم أفريقيا فأول مرة تتنظم كان سنة 1957 حارس مرمى مصر كان يوناني مصري كان اسمه براسكوس ده أخذ البطولة مع مصر هو اللي كان الحارس الأساسي ده له قصة كبيرة جداً هو عاش حياته في الكرة هنا لعب منتخب مصر فترة طويلة لعب ضد منتخب اليونان وهو أصلاً ابن الجالية اليونانية هنا لكن يوناني مصري مولود في مصر اتكلمت مع بنته وتكلمت مع الناس لعصرته ودايماً لما بيجي أعمل كتاب أحب أتكلم مع أطراف الموضوع أصحاب القصة مش مجرد تجميع معلومات أو أن أنا بجمع معلومات لا أتكلم مع أطراف القصة مين اللي عايشه وبكلمه وبعمل معاه انترفيو بعرف منه كواليس القصة بتاعته كانت إيه الحقيقة لا في تجربة الكتاب ده أنا استمتعت بيها جداً أكيد كل اللي قروه استمتعوا أكيد كمان لسه هنستمتعوا ولسه هنعرف كمان معلومات أكتر عن الكتاب